بعد الجواز العلاقة بالأب بتتغير ولا العلاقة أحياناً بتكون أشد بقى ارتباطاً بعد رحيل أمال العمدة فبقيت أنت أمال العمدة هو بابا تحاول إلى ابني يعني هو حتى نفسه كان يقول لي يعني كان يقول لي دايماً أنت أنت بتعامليني زي شريف يعني أنا كان عندي كأنه حد بكري وحد صغير وكنت يعني يمكن كمان إحساسي لأنه ماما كانت بتاخد بالها منه كويس قوي وكانت مذاكرة الأدوية بتاعته وكانت مذاكرة الأنسلين وكانت تعرف أنت ممكن لو ما خدش لو خد الحقنة وتأخر الأكل شوية يا لحسن يجي ككومة أو حاجة فلاقيت أن أنا أوتوماتيك بقيت كده هو بس اللي صعبان علي في يعني طبعاً أنا صعبان علي أنه هو مش فوسطين أنا على فكرة اللي أنا بعمله ده عملته كتير أنا ياما طلع تتكلمت عنه وياما هو طلع تتكلم عني يمكن اللي أنا بعمله ده دلوقتي مش حاسة بتغيير قوي وده كويس يعني ده كويس أن أنا مش حاسة أنه حاجة مختلفة أنه أنا ما كنتش بتكلم عنه ففجأة بقيت أتكلم عنه فإذا هو مش موجود لأ يعني بتكلم عنه وكنت بتكلم عنه وهو موجود وكان بيقعد يتفرج علي يمكن الحاجة اللي شوية اللي شوية يعني مدايقاني أنه هو كان نفسه يشوف شريف على المسرح يعني هو شاف شريف على الشاشة شريف ممثل شاب وعمل بعض الأعمال البسيطة يعني كليبات وعلى أغاني على حاجات معدين الشربيني حاجات إعلانات بس هو عن دخالة جلال وبقاله فترة يعني وهو مشترك في العرض الأساسي اللي هي لفرقة الثالثة المواهب بابا كان متشوق جدا جدا أنه يشوفه على المسرح وكان دايما متابع معايا لأنه شريف بقاله حوالي سنة وشوية عند خالد وكل يوم بيبقى عند ورشة فكان كل يوم يكلمني يقولي هو شريف راح الورشة طب عمل إيه النهاردة طب خد كان مشهد طب يعني شريف أول ما ابتدى في الورشة كان واخد مثلا مشهدين ثلاثة تعرفة طبعا لما حد بيروح لخالد خالد بيبقى متقدم له ستمية بيصفصفه على الخمسين فبيدخلوا في ستمية اختبار ومدى تمسكهم بالحكاية فشريف من الخمسين دول الحمد لله يعني نشكر ربنا فبقى ابتدى بمشهد وبعدين مشهدين وبعدين بقوا معاشرة وبعدين بقوا معشرين فبابا كان يتابع معي يقولي إيه بجد يعني هو يعني هو خد خد أربع خمس مشاهد يعني هو دلوقتي هيبقى معايا عشرين مشهد يعني ده في المصرحية كلها ده هيدخل في كذا مشهد طب هو أنا مقدرش أروح أتفرج على بروفا كان عايز يروح يتفرج على بروفا فكت أقول له لا يا بابا علشان شريف ما يتوترش ويلقيك في وسط الناس هيقوله إيه وهو كان يعني كل الأعمال اللي عملها يعني معظم الأعمال اللي عملها في البداية دلوقتي يعني دينا الشربيني اتفاجأت بعد ما خلص الشغل إنه هو حفيد مفيد فاوز ما بيقولش ما بيقولش خالص فألت له يا بابا هو مش عايز يعرف الناس إلا يوم العرض فبلاش تيجي في البروفا علشان هو ما يتوترش وصحابه هيقولوله يعني وجدك وش معنى أنت يعني انتفاها ما طبعا يعني لأنه برضو هو لسه صغير في السن قوي فمش عايز كم سنة شريف شريف خمسة وعشرين فيعني كان نفسي يشوفه على المسرح يعني أنا بس يعني اليوم اللي هيبقى فيه شريف إن شاء الله على المسرح يوم العرض بإذن الله أنا عمال أقول شريف من دلوقتي أعمال أقوله أقوله جده هيبقى جده هيبقى موجودة على فكرة وهيتفرج عليك وروح وإيه واحد تفتكر إنه الروح إنه الروح بتمشي الروح ما بتمشيش الروح بتفضل موجودة بتفضل موجودة في البيت وبتفضل موجودة في حوالينا أنا سمعت أن روح بتبقى موجودة في زرع في شجر في حاجة حواليكي